اشتركوا في القناة حب واقتناء واكتهادها وحمسها لتحقيق حلمها خلاها واحدة من الناس الليلين جدا اللي تميزوا في نوعية برامج الاطفال هنتكلم النهار ده عن برامج الاطفال وليه احنا ما عندناش برامج اطفال كتير وازاي يعني يكون عندنا مادة اعلامية قيمة هادفة وتعليمية تقدر تقدم للطفل يعني محتوى بدل المحتويات الاطفالنا بيشوفوها بقى الغربي وغيرها يعني وتكون بتتقدم برضو على شاشات القنوات المتخصصة للطفل كل التساؤلات دي بقى وكل ده هنتناقش فيه معظة فطنة الكريمة الاعلامية حنان المطعني او ماما حنان زي ما الاولاد بينادوها برنامجها صباح الفل عليك يا ماما حنان يساة صباحك وصباح التفاؤل وصباح كل شيء جميل صباح الرضا وصباح كل حاجة حلوة وصباح لبيض الحلو اللي قديمي بصتي في الاول كده قبل اي سؤال وقبل اي حاجة عاوزين نسمع حكاية حلوة وماما وحنان يعني نحكي حكاية في البداية نحكي حكاية وبعد كده بقى نتكلم بالزبط يلا بينا وتوتا توتا وهتبدأ الحدوتة والحكاية هتبدأ عند الكاتكوت الغلبان والزئب مرجان ونقول كان يا مكان يا سادة يا كرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان فيه كاتكوت حلوة صغنطوت مرة يصوصو ومرة يقول توت وليل ونهار يجري فرحان وماما تقول الكاتكوت اوعى الغربان والزئب مرجان ويقول الكاتكوت يا ماما أنا من الشجعان وبعد شوية يجي الزئب مرجان يقول الكاتكوت الغلبان أنا تعبان تعال ساعدني يا أشجع الشجعان يجري الكاتكوت وبعدين يقول بس ماما قالتلي ابهد عن الغربان والزئب مرجان طب أساعده ولا مشي من غير كلام وبعد شوية جي الزئب مرجان كان حياكل الكاتكوت الغربان جري الكاتكوت على مامته يقول يا حبيبتي يا ماما يا روح يا ماما حسمع كلامك على طول يا ماما ياريت يا ولاد نسمع كلام بابا وماما وبلاش غرور علشان بكرة نكبر ويكون فينا المهندس والدكتور وتوتا توتا فرغة الحدوتا يارب تكون حلوة ولا تكونش أبدا ملتوتا حلوة قوي 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 يا ماما أنا استمتعاتها أنا بحب الحوادث جدا عماتها وأنا ببعشق الحدوتا وطلع على الحدوتا وحلو إن الحدوتا يعني في منها رسالة للطفل نقدر والأطفال يعني بيحبوا قوي يعودوا يسمعوا وينصطوا للحوادثة الجادكوت هنا غلباوي عنده شوية غرور مش عايز يسمع كلام ماما فعملت له حكاية أخليه يقتنع إنه يسمع كلام ماما أحسن يأكله الزئب مرجان في الآخر أيوة طيب عايز أعرف بقى كده ما حالك بعد الحكاية الحلوة قوي دي وخلي بالكو يا ولاد نسمع كلام ماما عشان زي ما قالت ماما حناء أريد أعرف كده بداية حضرتك ودخلت المجال إزاي ودايتك كانت منين والله البداية في الأول أنا عملت دبلوما في الإعداد والتقديم مع الأستاذ زخيري حسن وبعد كده الانطلاقة كانت من طلاق الإيمان كنت ضيفة وبعد شوية من الوقت برضو روضة الأطفال مسبيره وبعد كده بقى عندي برنامج خاص على قناة الفتح للكرآن الكريم للطفل يعني وحاجتك يعني من ساعة ما بدأتي وانتي برامجك برامجك بالفعل ما حبيتش أني أغير برنامج طفلي وأكون في أي برنامج تاني طيب شايفة الإعلامي المفروض يكون أو المزيع أو مقدم برنامج إيه الأدوات اللي محتاجها عشان يقدر أنه هو يقدم برامج أطفال أو يخاطب الأطفال أولا لازم يكون بيحب الطفل لأن برنامج الأطفال على قد ما هو جميل جميل وممتع بس ممتع للي بيحبه أنت هيقعد قدامك طفل غلباوي طفل زكي زكاء مرعب وهنا حقف عند نقطة وبعد كده هكمل يعني أنا طول عمري ماما كانت تقول لي إيه أستاذا نهاد كانت تقول لي العصفورة جات قالت لي فكنت دايما وأنا ماشية في الشارع أقول الحصفورة دي فين الحصفورة دي نقض نبو الصحر آه والله يعني مرحلتي بتدائي وإعدادي كمان يعني شوفي إعدادي كمان فجاني طفل كيجي كواليس بقى حلقة من الحلقات جاني طفل كيجي فمامته بتشتكي منه بتقول لي بني وبنها كده أن الولد مش بيشرب اللبن فيعني يا ماما حنان قولي له كلمتين فاستندت الموقف أمي لما كانت تقول لي العصفورة قالت لي يا حنان فوقفت قدامي بكل ساقة كده وبقول له العصفورة قالت لي أنك ما بتشربش اللبن عالف الرد علي في فنته ثانية ياريته فكر رح عامل لي إزاي ما فيش أصلا عصفورة بتتكلم هنا أنا سرحت يمكن وقت الحلقة كله قلتش معنا أنا ما فكرتش زي وكده دا ما كنتيش خضرتك بس يعني إحنا العصفورة كان بتقول لأمهاتك كلها بس يمكن الجيل يعني زمان الأطفال كانت غير دلوقتي منفتح أكتر أيوة الإنترنت والتطلع أكتر فهو فعلا ما فكرتش عالطول فيش أصفورة بتتكلم أنا أعدت ابتدائي وإعدادي متخيلة المصفور هي اللي بتقول منتج على أسرار هو دا اللي كان شغل تفكيري واللي خلاني الولد ما فكرش دا الولد رد بسرعة وأنا عشت أيام دي سنين أنا عشت سنين أنا عشت أيام أعود بيني وبالنفسي أقول أكلم نفسي يا ترى يا هل ترى طب هي شكلها إيه طب هي المختلفة وفي الأخير طبعا ما فيش أصفورة أصلا وفي كيش دي عارف على طول ما فيش أصفور فالحدوتة بقى اللي أنا بقدمها للطفل بحاول أوصله منها ميسج يكون جميل حضرتك اللي بتعدي أو بتألفي مش كل الحواديد صراحة لكن في حواديد أنت بتحبي تألفي زي هو اللي أنا لسا إليها دلوقتي الكتكوت الغبان والزئب بس أنا شايفة برضو وحضرتك توافقيني أو لأ إن دي موهبة مش بس دراسة وإن أنت رحتي درستي لأ أنت بتقولي بإلقاء وبطريقة وبتغيري في نبارات صوتك لا مش أي حد يعرف يعمل ده أنا بحب الطفل وببقى عايزة خليه يحبني ويتقبل مني الرسالة اللي هقولها لأن كتير من الأمهات بتيجي تشتكيلي في الكواليس بفتقد ده في ابني بفتقد ده في بنتي فبحاول أولا يحبني وبعد كده نتناقش حضرتك درسة أي حاجة في تخص الأطفال والتعامل مع الأطفال لا أنا أخدتها كده يعني أنا لأني بحب الطفل كنت مديرة أكاديمية في وقت من الأوقات وتعاملت مع الطفل الجميل ده فستو فيس كده على طول واكتشفت نفسي بحبه جدا وبحب أي حاجة صغيرة على الفكرة بوبي صغير قلت صغيرة يعني أي حاجة ممكن تكون صغيرة أنا أحبها جدا تحبي أي حاجة لطيفة عشان إنتي لطيفة طيب عايزة أعرف من حضرتك كده شايفها برامج الأطفال في مصر يعني واخد حقها ولا مش واخد حقها ومحتاجين إيه عشان برامج الأطفال في مصر يعني توصل للمكانة لتستحقها هقول لحضرتك أستاذة نهاد أنا كان بيعجبني أوي برنامج عرستي لو هنرجع بقى لورا شوية عرستي سريم الأطفال الحدوتة الجميلة لقبل فضيلة بنفتقد ده دلوقتي أنا كنت عايزة أقول لحضرتك أن أنت وغد طابع قبل فضيلة أنا مسمع في صوتك وأنت بتحكي الحدوتة أنا حاسة أن أنا رجعت سنين كتير وراء الله أنا كنت لسا بقولك إيه قبل ما أبدأ أنا حاسة أني هاعد قدام كتكوتة من الكتكيت لأن شايفك السكر أنا يا جماعة كتكوتة دي أنا يا شايفاني أن أنا الكتكيت اللي بيسمعوا الحوادث بس أنا استمتعت فعلا كأني كتكوتة خلاص ماشي لا والله يقولتي كتكوتة فعلا ومن كنا مش بيحب الحدوتة حتى الكبار على فكرة ببص لقيهم يعلقوا في الكومنتات لمنازل حكاية ويقولولي الله فأعرف إن الحكاية بس مش للمزائر دي صغير لا ده الكبير كمان كبير بيسمع لأن أنا برجعه لإيه للزمن هل حضرتك بقى بيبقى قصدك تاخدي نفس النمط وأسلوب قبل فضيلة ولا ده أسلوبك حابة أن أنا أطور شوية طورت حابة أن أنا أطور شوية في الشكل وفي المضمون بتاع الحكاية علشان برضو أنا بحب الطفل هرجع برضو لنفس الموقت بتاعتي أنا عايزة أعمل كل حاجة الحبيب الصغير تنفعه بكرة وأكمل بيها بقى الله يعني حاجة جميلة جدا طب برضو عايزة أعرف من حضرتك إيه اللي إحنا محتاجينه عشان نوصل لمكانة محترمة لبرامج الأطفال محتاجين نعمل برنامج وبرامج للأطفال بتعدل فيسولوكياتهم ولدنا دلوقتي اختلفوا تماما تماما عننا زمان بس علشان أكون برضو ما بظلمش الطفل ده إحنا زمان ما كانش فيه عندنا الامفتاح بتاع دلوقتي بالضبط يعني المعلومة كنت بخدها من أستاذتي كنت بخدها من أمي من أبويا دلوقتي الولد بيمسك الموبايل بتاعه أو الآيباد بتاعه وبيجيب المعلومة على طول وممكن تكون معلومة غلط ممكن تكون معلومة مشوشة فهنا أنا برضو مش عايزة أجي عليه لكن لما أنا أكسف له بعد كده بقى البرامج الهاتفة اللي فيها الحكاية اللي تشده وكمان فيها المعلومة اللي تثقف يعني هو إحنا محتاجين فعلا إحنا نزود من ده طيب إيه أكتر الحكاية عايزة أسمع حكايتيني في صراحة حدودت دانيا بص البنت شفتي بقى شفتي عملت إيه أنا ممكن أحكي لك حكاية حصلت حصلت دي حكاية حصلت وحكاها إمام الحرم النبوي شيخ إبراهيم الأخضر وأنا أخدتها منه ولكن قلتها بطريقتي الله كتبتها بطريقة ماما حنان علشان يتقبلها الزئرد الصغير طيب يلا جيد رسالة في المنام أو نقول اللهم اذكرني رسالة في المنام يعني علشان أنا مش أيوة أنا برضو فاجئتك 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 جدا طب إيه أكتر حاجة كده على ما تفتكري إيه أكتر حاجة بتعجيبك دلوتي في برامج الأطفال في برامج جميلة بيبقى فيها مسابقات اللي فيها مسابقات آه بتصقف الولاد قوي بتنامي عقلهم وما بتخليش الطفل فكره بس محدود على الكتاب اللي هو بدرسه لأ أنا باخد طفلي وبس رح به يعني الخيال بقى لم لإني فيه أسئلة بتبقى بره وده أنا بحطه برضو لولادي في البرامج عندي طب هل حضرتك شايفة إن البرامج اللي بتوزع على قنوات أخرى بقى وقنوات عالمية وبتيجي من ديزنية ومن شركات أخرى وبتصدر لأطفال هل إحنا كأولياء أمور بقى أمهات نسيب ولادنا عوضوا يتفرجوا على الحاجات دي هم لهم ثقافة وإحنا لنا ثقافة بس ما فيش دلوقتي طفلهم يتفرجش على الحاجات دي وللأسف كان فيه كرتون موسيق نازل ده عمل عندي زغر بصراحة لأن ولادنا لما بيتفرجوا على الكرتون أنا ببقى متطميني إنه بيشوف حاجة يعني سهلة يعني على ودنه لما تنزلوا بقى إعلانات مش كويسة جوه الكرتون ده خلاني أحس إن أنا طفلي أنا مستهدف يعني طفل بكرة ده لأ لازم أخلي بالي قوي وصلت الضوء عليه أكيد ده وغير الأعلانات المحتوى نفسه بتاع الفيلم أو قصة الفيلم بتلاقي فيها مشاهد وعبارات ما لهاش أي علاقة بالسياق الفيلم وبتنزل فيه ويعني هل يعني أنا المفروض إن أنا أوعي إيه بني لأ إحنا معندناش ده أسيبه يتفرج ولا أمنع أصلا إنه يتفرج على الحاجات نبتدي أفهم بقى إن اللي إنت شايفه ده غلط مش دي ثقافتنا ولا دي أخلاقنا ونبتدي بقى نعزز من الكرتون إحنا وقفنا لحد بكار لحد إيه تاني وعلم سمسم بقى آه بس يعني اللي كان شاديد الطفلة قوي كان بكار آي يعني ما بقاش موجود ثقافة إن إحنا في رمضان فيه الكرتون بتاع الأطفال اللي الولاد بيتجمعوا عليه وبيبقى ليهم ذكرات لأ يعني ما بقيتش حس إن الجيل ده هيبقى ليه ذكرات بعد كده زي جيلي مثلا صحيح ما إحنا محتاجين بقى إن إحنا نعمل ده نعزز ده عنده طفل لأن طفل بكرة هو بابا محتاجين نقدم له كمان هو بابا والبنوتة اللي بتقعد قدامي هي ماما بكرة محتاجين نصلط الدوء على الطفل اللي جاي بكرة أكيد افتكرت الحدوتة والله أنا عملا تذكر لإنها حكاية حصلت على أرض الواقع حدوتة في المنام لغلام حابب يحفظ الكرآن الكريم في يوم من الأيام راح غلام لإمام جليل يطلب منه يحفظه الكرآن الكريم راح الإمام للغلام يقول العدد عندي كامل ومقفول ارجع وتعالى بعد شهور رجع الغلام بس حزين ومكسور وفي طريقه غلب النوم فنام وشاف في المنام المصطفى العدنان يقول له ارجع يا غلام وأخبر شيخك السلام وقل له زمرا زمرا رجع الغلام للإمام بالكلام فانكب عليه الإمام مصرورا وفرحا ولكن قال الغلام لن أحفظ الكرآن إلا إذا فهمت المنام فقال الإمام منذ سنوات ظرني في منامي المصطفى العدنان فقلت له كيف يدخل الجنة العاملون بالكرآن فقال صلوات الله عليه زمرا زمرا ودي حكاية حصلت على أرض الواقع فعلا واللي حكاها لنا إمام الحرم النبي الشيخ إبراهيم هذا أكثر جمسيها الحدوثة جميلة هو حكاها بسرده ولكن أنا أخدتها وأعدت وكان في الوقت ده كانت إيدي مكسورة واللي قعدت جنبي وكتبتها كانت أمي ربنا يديها الصحة مسكت الألم وقالت لي ما تقلقيش يلا قوليلي أنت عايزة تكتبيها إزاي فابتديت أفكر وهي لأن كان الكسر في إيدي اليمين فضلت تكتب لحد ما عملت الصياق بالقفية اللي حبيبي يسمعها فيقول إيه الله أنا هعمل زي الولد ده هصر أن أنا أحفظ الكرآن الكريم علشان أشوف سيدنا النبي في المنام الله فعلا نبي تلاقي علي أفضل الصلاة والسلام وفعلا بتلاقي الأطفال بيتجاوبوا بيتشجعوا عندهم يعملوا لما بتبسطينوا الحاجة اللي أنت عايزة تقوليها بجدأ ولما يحبك أنا كان داخلي الولد في وقت من الأوقات كلموا الإعداد عندي كلم مامته شوية كده بأنت تأخرتي ومفروض كنت تيجي في توقيتك ومش عارف إيه فالولد دخل عصبي جدا دخل يزعق في الفريق عندي ويقول إنت إزاي تقولي أرجع إحنا كنا زمان ما نقدرش صوتنا يقلى وماما لو بصت لي بص كده يعني ينهر أبيض أعرف إن أنا دلوقتي يعني فيكون في عقاب كبير فالولد أنا قلت أنا أشتغل معه إزاي طول تعالي هنا أقعد قدامي هنا أنا اسمي إيه وأنا من جواي مرعوبة أنا هقعد قدامه ممكن يخرب بره السياق بتاعي وأنا عايزة يحبني علشان يتقبل مني المعلومة قلتوله أنا اسمي إيه فقال لي ماما حنان قلتوله أنا عارفة أنا جاي مشوار طويل قال لي أطول منك والله العزيم ده حصل وموجود الفيديو على صحيح قال لي مشوار طويل وأطول منك قلتوله بص يا زغنان أنا عارفة أنا جاي مشوار طويل بس إحنا داخلين دلوقتي وعندنا شغل وعندنا حلقة فلازم تكون نقد المسئولية خلاص أوكي فقال لي خلاص أوكي وفعلا بعد ما خلص والله فعلا وبعد ما خلص قال لي أنا حبيت أني أكون معاكي بعد كده يا ماما حنان جميل وحلو فيكي برضو في حضرتك النمسي مش بس بتطلعي تقولي الحكاية قدام الكاميرا وأنت الأطفال اللي معاكي بيبقى مهم بالنسبة لك إن الحكاية توصل لهم إنهم يستفيدوا منها بتعب علشان أكتب حدوتها الله علي وحيات ربنا أو أخلي عندي أستاذ وليد نيجي يكتب الحكاية بطريقة يخلي الطفل يقدر يحفظها بعد شوية ويستفيد منها ما تبقاش تقيل عليه يعني عارفة أنا مستمتعة جدا قادة مع حضرتك ومبسوطة جدا إن أنا عملت القائدة مع حضرتك وكان نفسي إن احنا نحكي حكايات أكتر بس للأسف وقت فقرتك خلص بسرعة جدا بس أكيد ماما حنان من وقتكم هنا بصواح البلد تيجي تاني وتحكي لنا حكايات كتيرة جدا لكل الأطفال تسلم بإذن الله إن شاء الله أنا بسعيدة النهاردة بوجودي معاك أنا بشكر حضرتك جدا بجد وكانت معانا يعني الإعلامية الجميلة حنان المطعني وصل صغير نرجع نكمل باقي فقرات صباح البلد